أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا السائم يقول هل في تحديد موضع العقل من الجسد فائدة وهل من قال إنه في الرأس مخالف للقرآن الفائدة ما في فائدة ولكن من باب الفضول الذي يبحث من ناحية الفضول وفارغ ما عنده وقت وما عنده يعني شغل لا ما له داعي أنه يبحث وين العقل فيه ولكن الذي توصل إليه بعض المحققين أن العقل في القلب وله اتصال بالدماغ ولذلك لو اختل الدماغ اختل التفكير ولو اختل العقل اختل أيضا التفكير فدل على أنهما مرتبط بعضهما ببعض الله جل وعلا يقول لهم قلوب لا يعقلون بها ويقول فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور نعم اعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة ترجمة نانسي قنقر